السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله وسلم عن نبينا محمد طبعاً لما نزلنا نسخة تليجرام المسلم أحدث نسخة حتى لو النسخة اللي بتنزل منها على المذكر في مشكلة بتقابلك وهي أنك لما تبعت رسال في الجروب أو المجموعة بيقول لك لازم تحدث نسخة تليجرام مع أن هي بتكون أحدث نسخة وحل المشكلة دي هنستعرضه مع بعض يعني دلوقتي مثلاً فاتح مجموعة المجموعة دي لو أنا بعت فيها رسالة يعني نركز معي تمام؟ هايقول لإيه؟ دي الرسالة دي طبعاً أنت عارف يعني لو بتظهر معك المشكلة دي عارف الرسالة دي لو تجربت تكتب أي حاجة هيظهر معك نفس المشكلة دي طب في حل مؤقت للمشكلة دي أو حل إيه؟ يعني صغير كده اللي هو إيه؟ اللي هو مثلاً إيه؟ نفترض أن أنا بأتكلم مع شخص مثلاً بس ده في المجموعة طبعاً المحادثات والحاجات التين شغالة في تليجرام المسلم أو في نسخة كلاوت في المسينجر يعني حسب ما أنت عارفة عارفها بالإسم اللي أنت عارفة هنيجي مثلاً عندي هنا ونكتب كده سبحان الله رد هنرد على أي رسالة ونكتب سبحان الله هتتبع التلقاء فهم قصدي؟ يعني هوا نكتب هنا مثلاً الحمد لله فهم قصدي؟ يعني شوف هنا لما كتبنا أفوق سعني بس أوريك لما كتبنا أفوق هنا سبحان الله مش رد كرسالة ممعوطة قال لأ ولما كتبنا هنا كرد يعني اشتغلت ونفعت هو السبب في كده إيه؟ يعني السبب في كده إيه؟ السبب أن فيه مميزة جديدة في التليجرام بتقدي بيك أن هي أنت مثلاً في المجموعة الواحدة تفتح أقسام يعني أقسام دي جديدة دي تفتح قسم مش عارف للأسئلة قسم مش عارف إيه يفهم قصدي أقسام فهوان تاني لما تبعت الرسالة عامة بتتبعت في القسم العام يعني الجروب ده كان فيه قسم عام بس أفلوه دلوقتي وفتحين قسم تاني فهوانا لما بعت كده بتتبعت في القسم المقفول يعني لما بعتها كده بتتبعت في القسم المقفول أما هنا بتتبعت في القسم اللي هو متحدد اللي هو كرد يعني فهوان قصدي؟ لما بتتبعت كرد هنا تقلنا المقصودة يعني هيا دي لو أنت ما فهمتش عن فانت لو ترديت على اي سؤال هيظهر معك الرسالة بتاعتك اما لو كتبت الرسالة لوحدة مش هتظهر ووضحت سبب المشكلة بس كده اتمنى ان شاء الله تستفيد من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته